الرياضة اللي بتخلي الناس تنسى أو تتخطى الأبعاد السياسية وتتخطى كل الأبعاد اللي ممكن تبقى مختلفة بل وفي حالة تضاد مع كل ما هو ضد الإنسانية يعني الرياضة تتخطى اللون والنوع والعرق والجنسية والسياسة وده شيء رائع خلوني أبدأ معاكم أولا بأن احنا بنهنئ المنتخب السعودي بالفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 تيجي تقولي فوز تاريخي أقولك آه خلي بالك أنه الأرجنتين أظن ترتبها 3 على العالم في تصنيفات المنتخبات والمنتخب بتاع المملكة العربية السعودية أظن ترتيبه رقم 50 فهذا الفوز هو فوز تاريخي بالمعنى الحقيقي يعني شيء مذهل وبعدين أنت عارف أنا النهاردة يعني كان عندنا اجتماعات كتير لقيت أصدقائي اللي شافوا الماتش قالوا لي المنتخب السعودي عمل حتة مباراة ولا أجمل ولا أورع أروع فانبسطت جدا أنا من الناس اللي تفرح للحاجات المتعلقة بينا يعني لو مصر بتلعب مع أي بلد هتقيني طبعا بشجع مصر طيب مصر مثلا ما بتلعبش زي ما احنا كده مثلا في مونديال الدوحة احنا مش موجودين المرادين إن شاء الله نبقى موجودين في مونديال إن شاء الله بعد 4 سنين 26 بإذن الله لكن عندنا منتخبين عربيين بيلعب وعندنا منتخب السعودية ومنتخب المغرب النهاردة كنت بشجع السعودية بكرة هتلاقيني بشجع المغرب بالمناسبة ده بجد يعني على نفس ذات الصعيد وجه معالي سفير المملكة العربية السعودية في مصر سيدة السفير أسامة النقلي الشكر لمصر بعد تلقي الكثير من التهاني بعد فوز المنتخب السعودي قدام الأرجنتين 2-1 فوز تاريخي في مونديال كاس العالم قطر 20-22 سفير المملكة العربية السعودية سعد سفير أسامة النقلي قال عبر صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي فيسبوك شكرا مصر الحبيبة على مئات التهاني القلبية الصادقة التي تلقيتها هاتفيا ونصيا بمناسبة فوز السعودية في اللقاء السعودية الأرجنتين الشكر لله أولا ثم لقيادة لم تتدخر جهدا ولأبطال المنتخب السعودي والتهنئة للرياضة العربية حلو قوي دي تهنئة للرياضة العربية ده اللي بجد والتي للرياضة العربية التي ازدانت قطر باستضافتها للمونديال وتعترت السعودية بفوز شيء أكتر من رائع